موسيقى السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم مشاهدين ومستمعين الكرام في تغطية الليلة رئيس حكومة برلمان طبرق فتح باشاغا في كلمة الله البارحة يعلن أنه سيدخل العاصمة ويستلم السلطة في اليومين القادمين ويحذر حكومة الوحدة الوطنية من اللجوء للسلاح ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يلتقي في طرابلس عددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية ويؤكد على احترام رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في أقرب المواعيد ويستعرض خطة حكومته عودة الأمانة للشعب ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة استفاني أليمس تعقد عدة لقاءات في إطار المبادرة التي دعت إليها وتقول إنها تهدف لإرساء الاستقرار وإجراء الانتخابات نستعرض هذه التطورات ودلالاتها والمسار الذي يتجه إليه المشهد الليبي مع ضيوفنا الكرام ولكن نتابع أولا هذا التقرير بعد أسبوع من ولادتها رئيس الحكومة الجديدة فتح بشاغ يؤكد استلامه للسلطة خلال اليومين الماضيين لكن الواقع يقول غير ذلك فما من تقدم ملحوظ لهذه الحكومة الموازية إلا أنها زادت تعقيد المشهد والانقسام السياسي لكونها من مخرجات نواب طبرق الذي ما فتأ يحيد عن مسار التوافق والقوانين واللوائح المنصوص عليها في كل خطوة ردود الأفعال المحلية والأممية تباينت حول هذه الخطوة التي اتخذها النواب بدءا من عدم الاعتراف من جانب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بما دار في مجلس النواب بتكلف بشاغ إضافة إلى الضغط الشعبي الذي جعل مجلس الأعلى للدولة يعدل بوصلته لتتوافق مع الحراك المدني الرافض لمخرجات النواب في كل من المنطقة الغربية والشرقية كل هذا الضغط جعل المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز تقدم مقترحا لمجلسي النواب والدولة لإيجاد قاعدة دستورية توافقية للذهاب إلى الانتخابات لكن هذه المبادرة وجدت قبولا من مجلس الدولة دون النواب ما يجعلها أيضا موضع نقاش عن مدى نجاحها واللفت أكثر هي زيارة المستشارة الأممية العقل صالح الذي يعد على رأس الرافضين لمبادرة ويليامز ما يطرح كثيرا من التساؤلات أهمها في ظل تماهي البعثة المتكرر من سيستجيب للآخر مرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام ويسعدنا أن نرحب بضيوف تغطيتنا هذه الليلة معي من استوديوهتنا في طرابلس كل من السيد موسى تيهوساي الكاتب الصحفي وكذلك سيد حمد العشيبي الناشط السياسي ومعي من استوديوهتنا في مصراتا فيصل معيتيق الناشط المدني أرحب بضيوفي الكرام جميعا ولعلي أبدأ من مصراتا مع ضيفي موسى تيهوساي سيد موسى لو بدأنا حوارنا هذه الليلة بالكلمة التي ألقاها بالأمس أو البارحة فتح بشاغة رئيس حكومة برلمان طبرق المكلف كانت كلمة مطولة نسبيا تحدث فيها عن عدة جوانب أكد فيها على شرعيته وشرعية اختياره رئيسا للحكومة وأنه سوف يستلم السلطة اليومين القادمين ويدخل العاصمة طرابلس كما قال بقوة القانون وليس قانون القوة كيف تبعت أنت هذه الكلمة وما جاء فيها وهل بدأ لك مقنعا نعم تحية طيبة لك ولسارة المشاهدين ولضيف الكرام في الحقيقة نحن تتعني هذه الكلمة بكل صراحة بأننا بالفعل دخلنا بشكل فعلي في مرحلة الحكومتين ومرحلة العودة الصريحة للحكومتين والانقسام السياسي الحال وهذا بطبيعة الحال نتج عن جزء من أحادية عقيلة صالح الذي طيلة السنوات السبع الماضية لم يعمل بأي قرار لم يخزر أي قرار ولم يتخذ أي خطوة في صالح الليبيين للأسف الشديد ومع الأسف كذلك ليست هناك ملامح للخروج من استوانة عقيلة صالح التي دائما ما تؤدي إلى إعادة إنتاج مراحل انتقالية وتضيع حلم الليبيين في إجراء انتخابات حرة ونزيهة يمكن أن تنهي هذه الأجسام التي جثمت على الإرادة الليبية الوطنية على مدى السبع سنوات الماضية ما نراه اليوم حقيقة هو العودة إلى محاولة خلق مبررات لتعطيل الانتخابات لبقاء عقيلة صالح في المشهد ولمحاولة تمسك عقيلة صالح بكل تفاصيل المشهد السياسي في ليبيا يضع القرارات كما يريد ويتخذها كما يريد وبمن حضر ويطفي عليها الشرعية وحده دون حتى الاكتراس لأي طرف سياسي آخر يعني هذا يتناقض مع الحد الأدنى من مبادئ الشراكة السياسية التي يفترض أن عقيلة صالح قال في مراحل ماضية أنه يؤمن بها وهناك مجلس دولة وهناك أطراف سياسية أخرى وليس وحده موجود في السلطة فبالتالي ما فعله عقيلة صالح سواء كان تعديل السوري سواء كان متعلق بسلطة تنفيذية هو جزء من هذه الأحادية التي الحدف منها إطارة أمد هذه المراحل وإطارة تشغيل المؤسسات والانقسام السياسي والانقسام في قطاع المالي والمصرفين المشكلة أن اليوم بعد هذه الخطوة ليس هناك يعني ما هو الشيء الذي يمكن أن يقنع المواطن بأن عقيلة صالح اليوم يريد إجراء انتخابات هل من المنطقي اليوم أن نقول نحن نريد إجراء انتخابات ونحن نؤسس لمرحلة انتقالية جديدة بها حكومة هذا غير يعني لا يستثيغه أي عقل معقولة اليوم عقيلة صالح يقول اللي بينا لازم ندير مرحلة انتقالية باش ننين ندير انتخابات نذهب إلى انتخابات مبكرة هذا غير منطقي فبالتالي اليوم الشيء المهم هو أن يتمسك اللي بيون بأهمية إخراج هذه الأجسام من المشهد الليبي بشكل نهائي وإلا سنبقى ننتج هذه العبثية بشكل متكرر نعم نعم إذا انتقلت إلى سيد حمد العشيبي في سيوهاتنا في طرابلس الناشط السياسي سيد حمد في كلمته البارحة فتح بشاغة حاول التأكيد على شرعيته واستشهد بالقانون حاول الاستشهاد بالقانون والإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقال بأنه جاء بناء على توافق ما بين مجلسي النواب والدولة وحتى حاول أن يستشهد بإحدى الفتاوى الصادرة عن فضيلة المفتي هل كانت هذه الاستشهادات برأيك في محلها وكان مقنعا بالنسبة لكم أولا تحية لك أستاذ عبد الرحمن وللضيوف الكرام أستاذ موسى ولأستاذ فيصل ولمشاهديك الكرام ولكل الطاقة من العامل في هذه القناة المميزة والرائعة أستاذ عبد الرحمن للأسف السيد فتح بشاغة في خطابه ليلة البارحة لخطابه الأخير لم يكن خطابا موفقا ولم يكن هناك أي استدلال باتفاق الصخيرات عندما يستدل باتفاق السياسي أو يستدل باتفاقية أو تفاهمات جينيف هو يناقض نفسه بنفسه هم من داسوا على اتفاق جينيف هم من تجاوزوا خارطة الطريقة التي أنتجتها استيفاني رغم تحفظاتنا عليها وعلى ما جاء فيها وعلى لجنة الـ 75 وعلى كل هذه المسرحية التي حدثت لكن أمر الله نافذ سيد فتح بشاغة عندما استدل بأنه هذه الحكومة أتت بتوافق ما بين مجلس النواب ومجلس الدولة هذا محظ افتراء وكذب صريح فليسمح لي إذا كان يعني يستمع إلينا هذا كذب وتدليس على الشارع الليبي كل الليبيين يعلموا بأن مجلس الدولة لم يتوافق نهائيا مع مجلس النواب وأعلن حتى سيد خالد المشري بأن لم يحدث توافق معه وأن هناك تصويت حدث في المجلس الأعلى للدولة نفوا توافقهم مع مجلس النواب ومع التعديل الدستوري ويعني كل هذا كل كذب ويحاول أن يقنع البسطاء من أبناء الشعب الليبي ومن يعني زي ما نقوله الشيابين وعزيزنا ويقول لهم أنه هو حكومة استقرار وأنه لن يأتي بقوة بقوة السلاح هذا غير صحيح نحن رأينا حكومة الوفاق التي كان فيها أنا هنا لا أهاجم شخص السيد فتح بشاغة وأنا هنا أهاجم أو أدافع عن الخيار الذي أراده الليبيون الذي رأيناه في 17-2 2022 احتفالات فبراير الميادين التي امتلأت ورفضت هذه الحكومة ورفضت مخرجات مجلس النواب ورفضت أساسا مجلس النواب بالمرة ومجلس الدولة وكل هذه الأجسام واتحد الليبيون بشتى مشاربهم وبمختلف انتماءاتهم سواء كانوا من تيار سبتمبر أو من تيار فبراير أو حتى من تيار الكرامة كلهم كانت لديهم صرخة واحدة في الشارع هذه الصرخة تقول فلترحل عن هذه الأجسام بحكوماتها وبمجلس الدولة وبمجلس النواب وباتفاقياتهم فليرحلوا ولتقام انتخابات حرة ونزيها نختار فيها مجلس نواب جديد يمثلنا بعد ثلاثة أشهر من الآن يعني في شهر يوليو القادم لا نريد إطالة الأزمة إطالة هذه الحكومات وعمارها التي تمدد لنفسها أطول مجلس نواب في العالم مجلس نواب قبرق الشارع قال كلمته سيد بشاغة تجاوز هذا ولم يصغي لخطاب الشارع يعني الشعب هو الفيصل في هذه الأمور ورأينا الميادين قد امتلأت ورأينا كل أو جل المدونين وصفحات التواصل أصبحت الآن صفحات التواصل جزء من الحياة اليومية للليبيين كذلك الفضائيات والمحللين والنشطاء كلهم يسبون في هدف واحد هو رفض هذه المخرجات ورفض هذه الحكومة التي ستزيد من التشضي وستزيد من حالة الانقسام التي نحياها منذ مجيح حكومة الصخيرات عندما يقول نحن لن نأتي بقوة السلاح أو بقانون القوة أو كما قال هم أتوا في حكومة الصخيرات بالقوة وأحرقوا بيوت معارضيهم أحرقوا بيوت الشباب المنتمين لكتيبة صلاح البركي أو بيت صلاح البركي وقاموا بتهجير الكثير من معارضيهم ورأينا القوائم من المذيعين ومن الإعلاميين الذين كانوا يخرجون على قناة النبأ ورأينا حرق قناة النبأ التي ما زالت شاهدا على إجرامهم وعلى حكومتهم المدنية يكفي كذب على الليبيين فليرحلوا خلاص الشعب الليبي مل من هذه الوجوه نريد برلمان جديد ينتخب بطريقة نزيهة وتمثل كل أطياف الشعب الليبي على أسس سليمة هذه الصرخة يجب أن تسمعها استيفاني أن تسمع استيفاني صرخة الشعب الليبي في الميادين لا تسمع لهؤلاء الدجالين وهؤلاء الأفقين أمثال علي السباعي الذي حاد عن طريق الحق من أجل مليون ومئتين ألف دينار خلونا نسمع الأشياء في زمياتها هؤلاء القوانة الذين باعوا وفرطوا في تضحيات الرجال يعني يجب أن يتم التشهير بهم على رؤوس الأشهاد والله لن نسكت على أهل الباطل ولن نسكت على قول كلمة الحق مهما هددونا ومهما توعدونا طيب صيد فيصل معيتيق البارحة ونظل في كلمة بشاغة كما قلنا يعني أكد على شرعية انتخابه وقال بأنه لم يفعل أي شيء منذ أن تولى وزارة الداخلية في حكومة الصخرات قال أنه لم يفعل أي شيء يخالف القانون وقال بأن عملية انتخابه كانت عملية شفافة وعملية قانونية تماما لم يحصل فيها يعني أي تزوير كيف تعلق على هذا الجانب أهلا وسهلا أخي عبد الرحمن تحياتي ليك وتحياتي لضيوفك الكرام وتحياتي لكل مشاهديك الكرام أعتقد أن السيد فتح باشاغة لم يكن موفقا بالمرة في خطابه البارحة وللأسف هو يؤكد أنه تماهى مع مشروع حفتر الإجرامي ومع مشروع عقيلة وإن عقيلة ليست له أي توجهات سياسية وطنية تخالف توجهات حفتر خطاب البارح توجه فيه إلى كثير من النقد لمن وصفهم ميليشيات وحاول أن يتبرى من هذا الأمر وتوجه لما حدث في مدينة مصراتة من جانب المشتركة وهذا التصرف لا يرضى عليه أحد ونحن ندعو إلى القانون وندعو إلى تنفيذ القانون على كل الجهات مهما كانت وهذا أمر يتولاه القضاء واني من هذا الستوديو نعزي أهلية ونعزي كل الناس الوطنيين الشرفاء ولكن هذا أمر يتولاه القضاء حاول يستغل هذه الحادثة سيد فتح بشاغة وتوجهها للنقد وحطها في الإطار الذي يخدمه ولكن هو خطابة بصورة عامة أنا أعتقد هو موجه رغم أنه تناول فيه أمور في المنطقة الغربية وأمور تتعلق بحكومة الوحدة الوطنية ولكن هو في الحقيقة هو موجه للمنطقة الشرقية كنوع من التصبير وكنوع من در الرماد في العيون بأنه قادر وأنه يجري في ترتيبات لدخوله العاصمة وأن هذا الأمر بسيط وسلس ولكن أعتقد الخطاب ما كانش موفق كثير من الأمور نحن نعلم جيدا أن استبعد أعتقد اشتاوي منع من دخول المنطقة الشرقية وهو متوجه لتقديم أوراقه للبرلمان وكذلك البيباص حسب ما صرح أنه لم يعتدر على المواصلة المشوار في المنافسة على رئاسة الحكومة هذا أمر أعتقد كنا عشناه وكنا شوفناه وهذا يعني بصراحة يدمي القلب بصراحة عندما نرى السيد فتحي بشغة ونحن كنا نعتقد أنه يمثل ثورة فبراير وقيادة من قيادها ينحى هذا النحو وتجاوز كل المواتيق التي هي تربط ثوار وتربط المناضلين وتربط أبناء القضية تجاوزهم جميعا وذهب بمفرده أو يمثل هو بمفرده بشخصه ولكن في الحقيقة هو يمثل التيار الإخوان المسلمين وهذا واضح جدا وكما قال الأخي الأشيبي خطاب علي السباعي هذا يؤكد هذا الأمر وخطاب سوان يؤكد كذلك هذا الأمر فهذا المشروع المتماهي مع مشروع حفتر الجرامي هو لمجرد حل الأزمة التي عيشوها الإخوان المسلمين فهما استبقوا الأمور هما يشايفين أنه تغييرات على المشهد السياسي الدولي وتغييرات على المشهد السياسي العربي مثل ما حدث طبعا من فترة طويلة في مصر والصراع اللي صار في مصر أقصى الإخوان المسلمين في مصر وفي الفترة القليلة الماضية التغييرات اللي صارت في تونس هي تعطيهم مؤشر خطير على وجودهم في ليبيا أمام هذا المشروع ولكن هما أخطوا التقدير بدل ما أن هما يصطفوا لجانب التيار الوطني ولا يعتمدوا على الديولوجيات ويعملوا على وحدة الصف وتقويته وحل كل المختنقات التي نعيشها في مستوى على الأقل نقول في المنطقة الغربية نحن الحمد لله انتصرنا على هذا المجرم عندما حاول السيطرة على المنطقة الغربية وكان من الأجدى من قيادات فبراير أن تحاول أن تستثمر هذا الانتصار وفي تدعيم موقف فبراير وفي المحافظة على مكاسب التورة لا أن تهدم هذه المكاسب التي نراها هي مكاسب بسيطة ومازلنا في أول المشوار في بنات دولة مدنية المنشودة فكان من الأجدى من السيد فتحي أن يحافظ على هذه المكاسب وأن يتعاون مع باقي قيادات المنطقة الغربية في دعم الاستقرار الحقيقي والانطلاق إلى حوار وطني شامل لا يقصي أي أحد ولكن ما قام به هو في الحقيقة رسال لكل القوة السياسية ولكل الوطنيين ولكل القيادات وذهب بمفرده بهذا المشروع نعم طيب لا أدري يعني من معي من الضيوف موسى تيهساي سيد موسى تيهساي هل تسمعوني إذن أنتقل إلى حمد العشابي طيب سيد حمد العشابي فتحي بشاغة البارحة في كلمته وجه سيلا من الاتهامات وهاجم حكومة الوحدة الوطنية منذ يعني بداية انتخابها منذ انتخابها يعني عندما قال نحن نعلم كيف جاءت يعني هذه الحكومة وأيضا هاجم أداءها واتهمها يعني بالفساد ومخالفة القانون وعرض بها كثيرا وانتهاء بشكك في رغبتها بإجراء الانتخابات في يونيو القادم وقال بأن الحكومة تقول بأن ستجري الانتخابات وفق دستور والدستور سوف يأخذ وقتا طويلا حتى يتم إقراره وبالتالي لن يتم إجراء هذه الانتخابات هل تعتقد بأن انتقاداته هذه يعني وجيهة شوف يا دكتور عبد الرحمن بالنسبة لتوجيه لهذا السيل من الاتهامات لحكومة الوحدة الوطنية وهو يقول نحن نعلم كيف جاءت ونحن كذلك نعلم كيف جاءتم وكيف جاء البرلمان وكيف جاءت حكومة صغيرات يعني لا تلق تهم هكذا جزافا الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة يعني إذا كانت تتهم أو يتهم السيد فتحي حكومة الوحدة الوطنية بالفساد يعني السيد فتحي بشاغة وضع يده في يد من وضع يده في يد رؤوس الفساد وضع يده في يد رؤوس الفساد والإجرام إذا كان يعني لدينا خيار ما بين المفسد والسارق انصح أن حكومة الوحدة الوطنية انصح يعني جدلا أن حكومة الوحدة الوطنية اللصوص وصراق وكذا أغلب الوزراء وزراء هذه الحكومة فرضوا من جانب خليفة حفتر ومن جانب مجلس النواب وهذا يعلمه القاسي والداني ويعلمه كل أبناء الشعب الليبي حتى الأطفال الصغار يعرفوا أن ثلاث أربع تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية كانت مفروضة من برلمان طبرق ومن كتلة السيادة المصرية ومن خليفة حفتر نفسها فإذا كان هؤلاء فاسدين فهم محسوبون على ذلك الطرف ونحن كأبناء الشعب الليبي ربما نفضل أخف الضررين ربما نفضل السارق على المجرم القاتل الدموي الذي يريد أن يأتي ويسفك الدماء وأن يفتح فرع لشارع الزيت في طرابلس وفي مصرات وفي مدن مطقة الغربية ربما نفضل اللص عن القاتل هذا أخف ضررا من القاتل الذي وضعتم يدكم في يده المجرم خليفة حفتر الذي يلتزم الآن الصمت وكأن الموضوع ضجة في المطقة الغربية وكأن حفتر ليس في المشهد وهو على رأس كل شيء سيسحق خليفة حفتر سيسحق فتح بشاغة وسيسحق كل من عوانه للوصول إلى طرابلس لسمح الله إن تمكن هذا المجرم من دخول طرابلس النقطة الأخرى لدكتور عبد الرحمن بخصوص الانتخابات سيد أحمد العشابي نعم 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 تفضل النقطة الأخرى عندما قال بأن حكومة الوحدة الوطنية أتت عن طريق يعني هو يلمح إلى الرشاوي وإلى ما أذيع بأن هناك رشاوي وصلت من خلالها حكومة الوحدة الوطنية هذا كل يعني ادعاءات لا أدلة لها ولا شيء يثبت صحة ذلك نحن هنا لسنا بصادة الدفاع عن حكومة الوحدة الوطنية ولكن هناك أمور يجب أن تكون يعني ملموسة الملموس والذي يعرفه أبناء الشعب الليبي هو أنك يا فتح بشاقة وضعت يدك في يد خليفة حبتر وفي يد عقيلة صالح واتهمت حكومة الوحدة الوطنية بالفساد وعلى أساس أن الذي وضعت يدك في يدهم صحابة يعني شتانة بين الثرى والثرية شتانة بين من فتح خيام الأفراح ومن نصب ماذا عن الانتخابات سيد حمد العشبي نقطة الانتخابات ماذا عن الانتخابات هو قال بأن وظيفة حكومته هو إنجاز الانتخابات وأن حكومة الوحدة الوطنية غير صادقة في نيتها إنجاز الانتخابات بدليل أنها تريد أن تعتمد الدستور واعتماد الدستور سوف يحتاج وقت إلى أي مدى تعتقد أن هذا النقد حقيقي هذا رجما بالغيب يا دكتور عبد الرحمن هذا أمر غيبي ولا يعلمه أحد نحن لدينا التزامات التزمت بها حكومة الوحدة الوطنية وقالت بأنها ستجري انتخابات في شهر يوليو القادم نحن من طالبنا برحيل البرلمان ومجلس الدولة سنطالب برحيل حكومة الوحدة الوطنية إن لم تلتزم ولم تلتزم بما تعهدت به إن ما طالت حكومة الوحدة الوطنية ستجدنا أمام مجلس الرئاسة الوزارة في مستة ونطالبهم كذلك بالرحيل الحكومة الوحدة الوطنية قالت بأن هناك دستور سيتم الاستفتاع عليه ومن ثم سنذهب إلى الاستحقاق الانتخابي البرلمانية ثم الرئاسية لماذا تمديد 14 شهر لهذه الأجسام البالية التي لم تقدم لليبيا إلا الخراب طيب سيد موسى تيهساي بشاغا قال بأنه سوف يدخل في غضون اليومين القادمين إلى طرابلس وسوف يستلم السلطة وفقا لقوة القانون كما قال وليس قانون القوة في الوقت الذي ترفض فيه حكومة الوحدة الوطنية يعني الاعتراف بهذه الحكومة وسمتها حكومة موازية وأنها لن تسلم السلطة إلا وفقا لسلطة منتخبة كيف يعني سوف يدخل بشاغا برأيك إلى طرابلس العاصمة في ظل في ظل رفض حكومة الوحدة الوطنية التسليم له نعم من المؤسف أن القانون لم يعد له للأسف شيء قوة أو على الأقل لم يحترم على مدى السنوات الماضية فبالتالي مسألة دخول بقوة القانون وهي تحتاج إلى تأكيد آخر لأن منطق القوة هو الذي يحكم في ليبيا وهذا ما رأيناه في السنوات الماضية القصة أن ليست هناك مؤشرات لدخول فتح بشاغا وحكومة وحكومة مجلس النواب إلى طرابلس في ظل هذا التصعير الذي رأيناه هناك أجواء مغلقة وهناك ما يمكن تسميته بالحد الأقصى من الاستفاف السياسي فبالتالي مسألة دخول الحكومة إلى طرابلس مع الحكومة الحالية هي مستبعدة حاليا على الأقل في نظري ثم إن المشكلة أن من وضعنا في هذا المختنق السياسي الكبير المفتوح على كل الاحتمالات بما في ذلك يصف العسكري لا سمح الله هو عقيل صالح الذي الآن يعني لا إليهم هل الحكومة ستدخل طرابلس أم لا تدخل طرابلس فقط الذي هم عقيل صالح هو إنشاء حكومة وإنشاء جملة من مبرات تبقيه على يعني رأس مجلس النواب وتبقيه وتسمح له بإنتاج مرحلة انتقالية جديدة غير معروفة النهايات هذا فقط ما يريده عقيل صالح وعقيل صالح اليوم حقق ما يريده بكل معنى الكلمة وهو خلق هذه المبررة لا يمكن لا يوجد أي مبرر اليوم يجعل عقيل صالح يعني يتحدث عن الانتخابات ويتحدث عن إنهاء المراحل الانتقالية لأنه وضع حكومة والآن مستريح في طبرق وفي مربوعته بالقبة ويستقبل الضيوف ويضع ملامح المرحلة المقبلة من ستكون له المناصب يعني سيحظى بالسيق الأكبر في الحكومة وعقيل صالح هذه الطبيقة الآن وضعت في طريق التنفيذ وبالتالي اليوم نحن أمام مشكلة حقيقية في ليبيا وهي أننا بعدنا بشكل كبير عن مسألة تجراء انتخابات وإنهاد الأسام لماذا يعني ابتعدنا عنها اليوم هناك تعديل دستوريا الذي يقول عقيل صالح أنه اتفق فيه مع مجلس الدولة وبعد رفض مجلس الدولة لهذا التعديل بالفعل أصبحنا نحن اليوم أمام معضلة سياسية هناك مقترح استيفاني ويليامز وهناك يعني حصل على ضوء أخضر من مجلس النواب وغالبية الأطياف السياسية في المنطقة الغربية في حين أن عقيل صالح سيرفض هذا المقترح أو رفض هذا المقترح وبالتالي أصبحنا اليوم في مربع السفر وهو محاولة إيجاد آليات جديدة هذه الأمور في مجملها تحتاج إلى وقت لا يقل قد لا يقل عن سنة أو سنتين فبالتالي عقيل صالح حصل ما يريد وهو تمديل لنفسه دعك عن الحديث عن أن عقيل صالح الآن يشتغل وفق الخارطة الطريقة التي اتفق عليها سابقا مع مجلسا وقبله رفض مجلس الدولة لهذه الخارطة فبالتالي اليوم نحن بالفعل أمام مرحلة انتقالية جديدة مفتوحة على كل الاحتمالات بما في ذلك الاستفاف العسكري بما في ذلك استدعاء آلة القتل التي يديرها حفتر اليوم وهو على فكرة اليوم خرج بزيه العسكري ويعيد بنفس الشعارات القادمة وبنفس البلطجية والمنطق الخشنة التي عرف به فبالتالي اليوم نحن أمام استدعاء للاصطفاف السابق الذي كدنا كانت ليبيا أن تخرج منه لكن اليوم عقيل صالح أعاد المشهد الليبي إلى مربع الصفر هناك اليوم قد تبلور اليوم في الخارج استفافات جديدة تقف وراءها روسيا من جانب ونسمى الغرب أو الوحف المتحدة من جانب وبالتالي والدول الإقليمية كذلك من جانب هناك اليوم زيارة للسيسي للسعودية وهناك بيان مصري سعودي يقول بأن عقيل صالح أو يبارك على الأقل ما يفعله عقيل صالح فبالتالي اليوم للأسف الشديد نحن أمام معضلة حقيقية سياسية حقيقية لا تتجاوز الحديث عن دخول بشاغة وأن حكومة بشاغة ستحكم أم لا تحكم المسألة أننا وضعنا في سيناديو الجديد وهذا السيناديو يحتاج إلى حراك شعبي ومحاولة شعبية وهي اليوم لبأس بيها حتى في طبرق اليوم هناك بيان يعني يرفض هذه الخطوات التي قام بها عقيل صالح فبالتالي الصوت الشعبي والهب الشعبية والتدافع الشعبي هو جزء من الأدوات المؤسرة جدا والتي يمكن أن نعول عليها إذا ما كان هناك يعني إرادة حقيقية للخروج من هذه الأزمات والخروج من يعني استوانة العبسية التي يعيد فيها عقيل صالح نفسه على رأس المشهد السياسي الليبي لا يوجد اليوم أي للأسف الشديد أي مؤشرات لا توجد أي مؤشرات تؤكد أو تقول ولو بشكل طفيف أننا يعني قريبين أو قريبون من يعني من الخروج من هذه هذه المختنقات السياسية وأيضا الاصطفافات المدعومة التي لديها خلفيات إقليمية المشكلة أن الأطراف النخبة الحاكمة اليوم في ليبيا بما في ذلك مجلس الدولة مجلس الدولة لماذا تراجع تراجع بعد أن عرف أن أصلا المسألة المرحلة الانتقالية دخلنا فيها بشكل فعلي فبالتالي اليوم يقول لك مجلس الدولة والله نرفض نرفض لماذا لم يرفض مجلس الدولة في البداية أصلا لماذا ترك هذه الأمور إلى أن تم التعديل الدستوري الثاني عشر وتم الحديث عن خار الطريق ومن ثم بعد ذلك جاء المجلس الدولة ويقول والله هناك خلافات جوهرية وهناك خلافات يعني شكلي لماذا في البداية صوت ولماذا سمح لمجلس النواب الذي أوقعه للمرة العاشرة في هذا الشراك السياسي لماذا المجلس الدولة لم يتعظ ولم يتخذ العبر من جره إلى مستنقعات مثل هذه التي جرى الأخيرة التي جرى فيها عقلة وصالح المشهر للتفاهم وليدخول في مرحلة انتقالية جرية ثم بعد ذلك تنصل عقلة وصالح من التسامات هذه المرة العاشرة التي يقوم فيها بهذه الطريقة فبالتالي اليوم على مجلس الدولة وعلى النخبة السياسية الموجودة على أقل في المنطقة الغربية والتي تؤمن بضرورة إنهاء هذه الأجسام أن تضع حل لهذا العبس وأن تحاول على أقل أن تواكب وتدعم الحراك الشعبي الذي يدعو إلى إنهاء هذه الأجسام والدخول وأيضا استعادة تطلعات الشعب وإرادة الشعب التي اختطف عقلة صالح ومن وراه من الدول الإقليمية طيب سيد فيصل معيتيك من مصرات البالحة أيضا تحدث أكثر من مرة بشاغة في كلمته عن الحرب وقال بأنه قال أنا رجل عسكري وأعرف ما هي الحرب وما معناها وحذر حكومة الوحدة الوطنية من اللجوء للسلاح وقال بقال لها لماذا تلجأ إلى السلاح في خطاب موجه إلى الدبيبة إذا كان لديك حجة فلتتحدث إلى الشعب لماذا تلجأ إلى السلاح ما هي الرسالة التي يريد إيصالها برأيك الدبيبة من خلال حديثه عن الحرب عفوا بشاغة أخي العزيز هذا يضع فتح بشاغة آه نعم يضع سيد فتح بشاغة وبكل وضوح في هذا الموقع الذي هو في الحقيقة يبعد عليه كل مصدقية هو يتحدث عن إذا كان بيبة يعني صادق فليستمع إلى رأي الشعب هو فتح بشاغة لم يستمع لرأيه كل المتظاهرين والناس اللي قابلوه والناس اللي حاولوا ثنيه على هذا المضي في هذا الطريق لخطورته ولإمكانية جر البلاد إلى العنف كان هو السبب كان هناك فيه نوع من الاستقرار حتى وإن كان استقرار هش ولكنه فيه نوع من الاستقرار وهذا يعني استقرار أتى نتيجة دماء وأرواح أزهقت ومآسي وكوارت في رفض مشروع حفتر هو تضامن مع هذا المشروع وثم يتحدث عن استخدام القوة أو سماع لصوت الشعب وصوت الشارع بالعكس هي المظاهرات خرجت ونحن المشروع اللي يتبنى حتى لا نتهم بإذا الأمر نحن المشروع اللي يتبنى اليوم تتبنى حكومة الوفاق يتبنى عبد الحميد البيبة هو نحن من نادين به نحن نادين به أمام المفوضية مفوضية الانتخابات عندما حاول عيلة صالح أن ينشي قوانين مفصلة على حفتر وهذا أمر مرفوض أن يدخل حفتر بهذه الطريقة التي شرعنا بطريقة نحن نكون جزء منها هذا أمر رفضنا وحفتر نحن نرفضه بأي طريقة من الطرق سواء جاء عن طريق الانتخابات أو جاء عن طريق فتح بشاغة هذا موضوع مرفوض مش معقول بعد كل هذه المآسي وبعد كل هذه التضحيات وبعد كل هذه البطولات التي تمت في صدان العدوان يعني تفتح لها له الأبواب وهذا كلام فتح بشاغة يدل على هذا الأمر يدل على ارتباط بهذا المشروع بأن تتم سيطرة على الشارع بهذه الطريقة هو أصبح يصفوه بأن الرجل هو القوي في المنطقة الغربية وطبعا الحفتر معروف يعني حسم الأمر وقتل من قتل وسجن من سجن وهذا الأمر يعني كأنهم متفقين فيه يعني لصالح من هذا الأمر لصالح من أعتقد حكومة الوحدة الوطنية نحن من طالبناها بإجراء الانتخابات البرلمانية ونحن من رفضنا الانتخابات الرئاسية وما زلنا نرفض الانتخابات الرئاسية بقوانين عيلة صالح هذا أمر لا جدل فيه ولا أعتقد أني حسب ما نشاهد في المشهد في المنطقة الغربية أن فتح بشاغة قادر على أن يدخل كرئيس لحكومة جديدة ولكن ممكن يدخل كشخص عادي وأنا بصراحة نوجه للخطاب أعتقد المفروض هو ينتبه لهذا الأمر والمبادرة الأممية ربما بدأت تتحرك ستيفني يجب أن يتجاوب مع هذه المبادرة ويتجاوب مع الانتخابات البرلمانية يجب هو كذلك يدعو إلى أجران الانتخابات البرلمانية في هذه المدة في أقرب وقت كما تدعو حكومة الوحدة الوطنية وهذا يكون مخرج له سليم ويعود لارتباط بشارع التورا أو بشارع فبراير وهذا هو العمل الوطني الصحيح أن يتراجع عن هذا المشروع وخصوصا أنه قد فتح له الباب من من باب البعثة الأممية فأنا أتمنى أن يتجاوب مع هذا الأمر ويتراجع عن مشروعه اللي هو هو المشروع المدمر وهو المشروع اللي هو حينسف الاستقرار حقيقة الاستقرار هذا الضعيف هذا الهش يعني مشروع فتحي حينسفه بالكامل ويدخلنا في مداخل الله أعلم كي تكون منتهى سيد حمد العشابي في المقابل حكومة الوحدة الوطنية تبدو ماضية في خطتها التي أعلنت عنها برفضها التسليم إلا إلى حكومة منتخبة وعبد الحميد الدبيبة التقى في مجلس الوزراء برؤساء البعثات الدبلوماسية كان هناك السفير التركي وكان هناك السفير السفيرة البريطانية والفرنسية والاتحاد الأوروبي وغيرها يعني من الرؤساء غيرهم من الرؤساء البعثات الدبلوماسية ما هي الرسالة التي برأيك يعني يريد إيصالها عبد الحميد الدبيبة من خلال هذا اللقاء وهل تعتقد بأنه نجح في إقناع المجتمع الدولي بخطته خطة عودة الأمانة للشعب كما سماه بالنسبة للقاءات التي عقدها سيد عبد الحميد البيبة مع سفراء الدول الأجنبية يعني أعتقد أن هذا هو يعني العمل الصحيح والعمل المنوط بحكومة الوحدة الوطنية والعمل المكلف به حكومة يعني حكومة تسهيرية فقط لتمضي بنا هكذا يعني تم تسويق لها في تفاهمات جينيف أنها حكومة سيتم وضعها ورسم المسار لها بأنها ستذهب بنا إلى انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية ربما متزامنة أو غير متزامنة هذا يعني قد يتم ناقشته في حينه سيد عبد حميد بيبة الآن يعني يسير بخطة ثابتة وبخطة محسوبة والديه طاقم ممتاز جدا من المستشارين لكن ما ينقص حكومة الوحدة الوطنية هي عملية تغيير السفراء سفراء نحن في الخارج هذا أمر ضروري جدا يا دكتور عبد الرحمن أن لدينا العديد من السفراء يمثلون الدولة الليبية السفير ليبيا في بريطانيا وفي الولايات المتحدة في فرنسا في تركيا كذلك في دول الجوار يجب تغيير سفراءنا في الخارج الذين هم يعني لم نسمع لهم ركزا ولم نسمع لهم همسا يعني لهم من يوصلون صوت هذه الحكومة إلى الدول التي يقيمون فيها كونهم ممثلين للدولة الليبية في تلك الدول عليهم التزام أخلاقي والتزام قانوني والتزام أدبي بأن يوصلوا صوت الحكومة الذي يعني كما أشار ضيفك العزيز صديقي الأستاذ فيصل بأنها ما تقوم به الحكومة هو ما أراده الشارع الليبي الحكومة حكومة الوحدة الوطنية كانت يعني درجة استجابتها ممتازة جدا للشارع كان السيد عبد الحبيد بيبة متجاود مع الحراك الشعبي هو الآن ينفذ أجندة الشارع لا ينفذ أجندة خاصة به إذا قامت هذه الحكومة ونكررها المرة العشرين إذا قامت هذه الحكومة بتمرير أجندة خاصة بها غير أجندة الشارع سنكون أول من نقف أمامها وأمام مقر رئاس وزراها وسنسقطها إن حادت عن المسار الذي يريده أبناء الشعب الليبي كذلك سيد عبد الرحمن لدينا وزيرة الخارجية والسيدة نجلاء المنقوش هي كذلك لم نسمع لها أي تصريحات هي وزيرة في هذه الحكومة أم هي وزيرة في حكومة برلمان طبرق إذا عليها تحديد موقفها من الآن هناك تحركات مشبوهة الآن يقوم بها معسكر خندق الكرامة اليوم تم تطويق منطقة لبيار ومنطقة وادي قطارة بالكامل وتم عملية منورات وتم تجربة صواريخ طويلة المدى يصل مداها إلى 300 كيلو في تلك المنطقة ربما يتم تجهيز لما حدث قبيل مؤتمر غدامس ربما الخيار العسكري لا يزال مطروحا لدى خندق الكرامة لكن رغم كل هذا فيه ضوء في آخر النفق في ضوء لهو الحراك الشعبي في المنطقة الشرقية ونأثمن ما قام به أهلنا في منطقة القبة في بؤرة عقيلة صالح وفي مقر عقيلة صالح ومقر إقامته خرج الأحرار في مدينة القبة ليقولوا كلمتهم وليقولوا لا لمجلس النواب ولا لمجلس الدولة ونعم للانتخابات البرلمانية والرئاسية ونثمن الدور الذي يقوم به أهلنا في طفرق وأهلنا في البيضة والحراك الذي يخرج هنا وهناك في جدابيا كذلك عليهم أن يتحركوا وأن يزداد هذا الحراك الشعبي للضغط على هؤلاء الطوا الذين يريدون يعني ينحكمكم ينكتلكم هذا اللي قال هزمان شلقم في 2011 هي هذه بعينها نحكمكم ينكتلكم نحن بصندوق الذخيرة لن يحكمنا أحد من أراد أن يحكمنا بل يحكمنا بصندوق الانتخابات ومرحب نعم طيب طيب سيد حمد العشابي سيد موسى تيهوساي أيضا استفاني وليامس كانت لها يعني مبادرة وعقدت عدة لقاءات يعني كان آخرها لقاء مع نائب الرئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وأيضا رئيس المحكمة العليا وكذلك عقدت لقاءا في طبرق مع رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح في إطار الدعوة إلى المبادرة وجمع التأييد لها برأيك أين تلتقي مبادرة استفاني وليامس مع مبادرة رئيس الحكومة الوحدة الوطنية التي أعلنها مؤخرا وأين تختلف نعم أعتقد أن مساعي استفاني وليامس الأخيرة هي تحتاج إلى بعض الضغط أو بعض الأدوات لتلقى الصدل الذي تحتاجه وعلى أقل التجاوب الذي تحتاجه لدى الأطراف وفي ذلك مجلس النواب فعقيلة صالح اليوم يتعامل مع استفاني وليامس على أنها ليست منقوصة الدور بمعنى أنها تقوم بمجرد دور مستشار الأمين العام المتحدة وليس من حقها أن تطرح هكذا مبادرات تتعلق بأليات دستورية تتعلق بمقترح للخروج من هذا المختنق السياسي هذا من جانب وعقيلة صالح بطبيعة الحال مستفيد من أن استفاني لديها ضعف يمتد إلى مجلس الأمن وناتج عن خلافات روسية أمريكية غربية في مجلس الأمن الروس اليوم يقولون بأنه ليس يرفضون بشكل قاطع أي تواجد لستفاني والشهر المارس الحالي هو آخر شهر لوجود استفاني في ليبيا كممثل أو كمستشار الأمن العام فبالتالي كل هذه العوامل تجعل من عقيلة صالح مبررة مبرات للتنصل من هذه المبادرة وحتى لقول بأن استفاني ليس بإمكانها ليس من حقها القانوني أن تطرح هكذا مبادرات هذا جانب فيما يتعلق بالجوانب الأخرى ومسألة ما إذا كانت الحكومة مبادرات الدبيبة تتوافق مع هذه المبادرة أعتقد أن المبادرة استفاني هي إلى حد بعيد قريبة من الواقع بمعنى أن هناك إمكانية لأن تكون أساس قابل للتطبيق وقابل للتفاهم بين مجلس الدولة والنواب والأطراف السياسية بين في ذلك الأحزاب هناك دور للأحزاب ولا بد أن يكون للأحزاب وجود في مسائل تعلق بصياغة القوانين والدستور لأن الأحزاب هي جزء أساسي من التعددية السياسية فبالتالي هذه المبادرة لقد ترحيبا واسعا في كل هذه الأطراف الأحزاب والحكومة ومجلس الدولة لكن مشكلتها فقط مع عقيلة صالح الذي يريد أن يتماهى مع في مسألة التعديل الدستوري وخارض الطريق التي يقول أنها هي الآن تعمل ماذا ولا يعترف بأن مجلس الدولة رفضها وهو كذلك يعرف أن لو أنه تضامن أو قبل بهذا المقترف وهذه المبادرة هذا يعني بشكل فعلي أنه سيتنازل عن المبادرة القديمة بمن في ذلك السلطة التنفيذية وهي التعديل الدستوري الثاني عشر وبمن في ذلك التعديل السلطة التنفيذية فبالتالي عقيلة صالح يتمسك بهذا التعديل وإن رفض مجلس الدولة فقط لأن التعديل يضمن له بقاء الحكومة واستمراره في مرحلة الانتقال للجريب فبالتالي مبادرة استفاني هنا اصطدمت بهذا التعنت مع عقيلة صالح وتحتاج إلى أكثر أدوات ضغط أكثر من التي لدى استفاني حتى اليوم وإن كان هناك زخم أوروبي وزخم أمريكي يدعم هذه المبادرة لكن على أرض الواقع تحتاج إلى مزيد من أدوات الضغط حتى تجد تأثيرها الفعل لدى مجلس النواب طيب لعلي أختم مع أستاذ فيصل معيتيك من مصرات أستاذ فيصل أنتم كيف تنظرون كناشط مدني كيف تنظرون لمبادرة استفاني وليامس وهل تعتقدون أن إجراء الانتخابات وفقا للخطة التي علىها رئيس حكومة الوحدة الوطنية مرهون بقبول مبادرة استفاني أم أنها يعني ربما يمكن إجراؤها حتى بمعزل عن مبادرة استفاني وليامس في الحقيقة أخير عبد الرمان خلينا نضيف إلى الأخموس شوية على رفض عقيلة لهذا الأمر عقيلة بالتأكيد لن يقبل مشروع الانتخابات البرلمانية وبالذات حاليا عندما تم إصدار تفويض لهذه الحكومة التي كسبوا فيها كل شيء في الحقيقة هذه مشكلة هذه مشكلة فتحي مشكلة يعني لما يقول مشينا المنطقة شقية ومن تفاوض وكذا من أجل وحدة الصف ووحدة الوطن وحدة أين وحدة الصف وين وحدة الوطن إذا كان تشكيلة خرجت بهذه الطريقة يعني كل مفاصل الدولة أصبحت في يد حفتر أو أنصار حفتر يعني هذه لن تفيد ولن تجلب الاستقرار بل ستجلب الفوضى وتجرب الدمار للمنطقة الغربية ولمدينة مصراتة وللأسف فأنا طالبة ونعود طالبة أن يتراجع على هذا الأمر من نافذة البعثة الأممية بالنسبة للحكومة الوحدة الوطنية أن يشايفها يجب أن تستعجل في إيجاد خارط الطريق لتنفيذ الانتخابات البرلمانية بأسرع وقت ومثل ما قال هو مرة في كلمة من كلماتها سيد عبد الحميد البيبة قال نستطيع أو هو استشار في هذا الأمر فيه قوانين تم على ضوها الانتخابات المؤتمر الوطني وفيه قوانين تم على ضوها انتخابات البرلمان الحالي نحن نستطيع أن نستعمل هذه القوانين ونجري انتخابات هذه الانتخابات مناطقية ما فيهاش مشكلة ولكن الحكومة لا بد أن تستعجل لا بد أن تصدر قرارات في إنشاء لجان خاصة بهذا الأمر شكرا لك وتحدد مواعيد تابتة وحقيقية وبكل شفافية وإلا ستكون في مأزق مع الشارع الليبي ستكون في مأزق معنا نتواجد في الشارع ونطالب بخبات برلمانية شكرا شكرا جزيلا لك سيد فيصل معيثيق الناشط المدني كنت معنا من سديهاتنا في مصرات كما نشكر ضيفية من طرابلس الكاتب الصحفي موسى تيهوساي وكذلك الناشط السياسي حمد العشيبي لكم جزيلا شكر ضيوفي الكرام والشكر موصول إليكم مشاهدين الكرام على كرام متابعتكم وإلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر دمتم في أمان الله حفظي والسلام عليكم شكرا